إن قام أحد بقطع سلك كاميرا المراقبة أو قام بنزعها من مكانها سوف يأتيك تنبيه فورا على الهاتف مرفق بصورة وفيديو الحلقة الأولى هي عن أجهزة دهوة وبعدها أجهزة هيك فيجن إذن لنبدأ الشرح إذن سوف نشرح طريقة تفعيل خاصية الفيديو لص على أجهزة دهوة إن كنت تملك جهاز DVR XVR أو NVR من هذه الشركة خاصية فيديو لص كما يبين اسمها تعني فقدان الفيديو لأي سبب من الأسباب ربما يكون سبب تقني مثلا الكيبل أو الكاميرا نفسها أو أحد قام بقطع السلك أو قام بنزع الكاميرا سوف يأتيك تنبيه على الهاتف عندما تفعل هذه الخاصية على جهاز التسجيل إذن سوف نشرح الطريقة كليك يمين بالماوس Main Menu ثم أذهب إلى خيار Alarm أذهب إلى رابع خيار وهو Video Detect أذهب هنا إلى خاصية Video Loss جيد جدا أقوم بتفعيل هذه الخاصية وننتبه هنا هل أريد أن أفعلها على كل الكاميرات أضغط All يعني كل الكاميرات إن تم فقدر الصورة فيها يأتيك تنبيه في الهاتف أو تريد فقط كاميرا مثلا أنا أعطيكم مثلا فقط بكاميرا واحدة سوف أختار كاميرا واحد هنا Show Message لكي تظهر رسالة في الشاشة المتصلة مع جهاز التسجيل أو يمكنك الاستغناء عنها هنا لدينا خيار Buzzer Buzzer هو 3 بيبات متتابعة مثل الإنظار يحذر كجهاز التسجيل أن الكاميرا قد انقطعت الصورة الخاصة بها أفعلها هنا إن أردت أن أجعل هذه الخاصية فقط لوقت محدد أو في أيام محددة لكن أنا أنصح من سوف يفعلها أن يتركها 24 ساعة إلى 24 ساعة جيد جدا الآن أقوم بالضغط على Apply أيضا أقوم بتفعيل خيار Temporing أقوم بالضغط على Enable من أجل تفعيل خاصية سوف أضغط على Buzzer أفعل خيار Buzzer وإن أردت يمكنني أيضا أن أفعل خيار Show Message لكي تظهر لرسالة في الشاشة أضغط على خيار Apply من أجل حفظ كل هذه التغييرات جيد جدا أضغط على Back من أجل الرجوع الآن سوف نتعرف على طريقة تفعيل التنبيهات على الهاتف نقوم بالدخول إلى تطبيق GDMSS Plus نتأكد أولا أن الكاميرا شغالة الخاصة بنا ومتصلة جيد جدا الآن أضغط على خيار المنزل في الأعلى هناك علامة Home أو منزل في الأعلى أضغط عليها جيد جدا ثم أضغط على ثالث خيار في الأسفل وهو Message جيد جدا الآن هناك علامة جرس في الأعلى بها علامة زائد أضغط عليها هنا يظهر لنا جهاز تسجيل خاص بنا أو الأجهزة التي نمتع لك مثلا إن كان لديك جهاز تسجيل في المنزل وفي العمل وما إلى ذلك أختار جهاز تسجيل الخاص بي وأقوم بتفعيل هذه العلامة بعد تفعيلها تظهر للكثير من الخصائص الذكية Smart Events وكذلك Video Analytics كل هذه الأشياء سوف نشرحها بالتأكيد إذن أذهب وأبحث عن خيار Cam Maskin أضغط عليه هنا سوف أنت تقوم بتفعيل هذه الخاصية على كل الكاميرات التي تملك لأنك تريد أي كاميرا ينقطع الفيديو الخاص بها يرسل لك جهاز تسجيل تنبيه وإشعار على الهاتف أنا سوف أختار فقط الكاميرا الأولى لأن هذا مجرد 100 كما تلاحظون هنا لدي Cam Maskin مفاعلة في كاميرا واحدة أضغط على علامة Flop B Disk في الأعلى من أجل حفظ التغييرات Subscribe successfully يعني قمت بالاشتراك في هذه الخاصية بنجاح أرجع للقائمة الرئيسية الآن سوف أقوم بقطع تغذية الكهربائية عن الكاميرا وأرى هل سوف يأتينا التنبيه كما تلاحظون هنا جاءني تنبيه بأن الفيديو قد انقطع وكما سمعتم الإنظار في جهاز التسجيل جيد جداً إن أردت أن أعرف ماذا جرى قبل انقطاع لقطة الفيديو أضغط في الأعلى على علامة الفيديو كما تلاحظون هنا سوف تظهر لي لحظة القيام بقطع التغذية الكهربائية عن الكاميرا رائعة جداً سوف أعيد التغذية الكهربائية إلى الكاميرا أوكي وأخرج هنا من التطبيق أقوم بقطع الكهربائية عن الكاميرا هكذا يمكنكم أن تقوموا بتعطيل البازر إن كنتم لا تحبون هذا الصوت كما تلاحظون جاءتني النوتيفيكيشن سوف أضغط عليها كما تلاحظون المباشر الصورة غير موجودة سوف أرجع إلى الفيديو لكي أعرف ماذا حصل وها هي اللقطة التي قمت بقطع الكهرباء عن الكاميرا جيد جداً من أجل أن تضمن أن تعمل معك التنبيهات بدون مشاكل فيجب عليك أولاً أن تتأكد أن النوتيفيكيشن مفعلة على جهاز GDMSS Plus كما تلاحظون هنا GDMSS Plus فعلامة النوتيفيكيشن مفعلة عليه وكل الأشياء مفعلة هنا Allow Sound من أجل أن يكون النوتيفيكيشن بصوت يعني لا يأتي بدون صوت هنا Use LED Light لكي النوتيفيكيشن الخاصة بجهاز GDMSS Plus تعطيك فلاش في الإضاءة إن كان هاتفك يدعم هذا الأمر أيضاً حاول أن تقوم بتعطيل خاصية الباتري سيفر وإن كنت مفعل لهذا الخيار فقم بإضافة GDMSS Plus كإكسبشن يعني كاستثناء من هذا الباتري سيفر لكي لا يمنع التنبيهات والإشعارات من الوصول للهاتف إذن يا إخوان كان هذا كل شيء أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم وانتظروا الحلقة الثانية حول أجهزة هيكفيجن لكن أنا أنتظر تشجيعاتكم وتفاعلكم مع هذه الفيديوهات كان هذا كل شيء إلى اللقاء يا إخوان اشتركوا في القناة